السلام عليكم إزايكم؟ أخبار جديدة وأخبار مهمة جدا والحقيقة أنا معي النهاردة سؤال هام السؤال بيقول مين اللي حكسة في حرب روسيا أوكرانيا؟ يعني أنا مش جاي أقولك إجابة سؤال الحربة تنتهي إمتى أو تنتهي إزاي؟ لا 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 مين اللي حكسة في الأخير؟ هل أوكرانيا تعرف تصمد أصاد الغزو الروسي وتعتبروا إن في حد ذاته ده انتصار؟ إن إحنا عرفنا إن نوقف الغزو الروسي ده في حد ذاته نصر؟ لحد ما الحرب دي تخلص عن طريق المنفاوضات السياسية بين الدولتين وبكده يبقى أوكرانيا أخادت معركة بوتولية؟ ولا روسيا هي اللي تنفذ أهدافها في حرب أوكرانيا؟ حقيقة جاتك السؤال ده النهاردة مش طالعة من الجانب الروسي ولا طالعة من تحليلات الصحف الأمريكية ولا طالعة من تحليلات خبراء خالص النهاردة معيها مقالة مفاجأة بتقولك أراء المسؤولين الأوكرانيين في حرب أوكرانيا مين اللي هيكسة؟ شايفين الحرب دي حتدوره إزاي؟ ومين اللي لقو كلمة النهاية في الآخر؟ هل زيلنسكي يطلع ينهي الحرب؟ ولا خلاص كده ما استسلمت؟ ولا ينتظر إن بوتين جيش وينهك لحد الصيف ومحققاش أهداف دي؟ إيه وجهة نظر أوكرانيا؟ حقيقة جابت السؤال ده تعرفها حيات كتير قوي ومعلمات والفيديوهات اللي معاين النهاردة خطيرة للغاية تكشف لك حاجات كتيرة ومعلمات كتيرة عن حرب روسيا أوكرانيا بس عشان أقول هالك وأكشف هالك لازم أقولك تقصة من الأول قبل أكشف الموضوع قبل أكشف لك التفاصيل خلينا أقولك إن إحنا معنا راعي كوي جداً ومحترم جداً وهو فيدالة فيدالة منتجع تابع لباترهاوس أو شركة باترهاوس الحقيقة فيدالة هو منتجع موجود على هضبة الجلالة في العديل السخنة وإنت بتتكلم إن المنتجع ده على مسافة عالية جداً 750 متر فوق سطح البحر يعني إنت بتتكلم على مسافة عالية يديك منظر هير طبيعي خاصة لما تكون ببص على البحر جمال فمنتجع معمول بطريقة باهرة جداً بتقدر تاخد هناك عائلتك وأصدقائك إن إنت تروح هناك لأن خلي بالك هم عاملين جمية اختراعات في المنتجع ده مخليني مختلف عن أي منتجع تاني زي إيه مثلاً؟ زي مثلاً إن هم عاملين غابة فوق الجبل يعني تتخيل؟ يعني شركة باترهاوس مش سايبة فقط إن يبقى فيه منظر جبلي قوي لأ فتكلم إن هم زرعين غابة فوق الجبل مش بس كده أعوز أقولك إن هم عاملين شاطئ خاص بأمواك صناعية لكل الناس اللي في المنتجع ده زائد كمية خدمات كبيرة جداً حاجة في المنتجع بيدالة الموجود في العلان السخنة حاجة بسيطة جداً هو نظام السداد عندهم نظام سداد مريح جداً وعندهم عائد على نظام السداد كمان 20% هسيب لحضراتك الرابط بتاعهم أسفل الفيديو اللي هم عاملين عرض قوي جداً أي حد في الخليج عاوز يجي يشتري واحدة داخل منتجع الجلالة ده هيوفروله تذكارة الطيارة بلاشة وحتى لو اشتري الواحدة بتاعته وعاوز بس يجي يشترها هيوفروله تذكارة الطيارة بلاشة خلي بالكو عشان أكتر حاجة ما خسرتش أو ما وقعتش في السوق حالياً هي سوق العقارات المازال متماسك وبيقدم عروض قوي جداً فبنصر حضراتك بمنتجع فيدالة التابع لشركة باترهاوس وهسيب لحضراتك الرابط بتاعهم أسفل الفيديو لو حابت تتواصل معي خش في الموضوع على طول؟ خش في الموضوع على طول إيه الجديد اللي معنا النهار؟ ده وإيه اللي ممكن يكون مختلف؟ الحقيقة أنا معايا كم خبر كده مهمين جداً أولاً إيه آخر حاجة بتحصل في بخمد؟ يعني إيه آخر الوضع اللي بيحصل في بخمد؟ الحقيقة أنا كنت من كام يوم عمال أجيب لحضراتك تقارير إن بيتم ترحيل الأهالي في مدينة بخمد ثاني حاجة بيتم منع الأهالي من العودة لبخمد تاني وجيت قلت لحضراتك إن التفسير الصحف الأمريكي للموضوع ده إن هما خايفين إن يبقى في الأهالي يبقى في جواسيس بينقلوا مواقع الجيش الأوكراني ومواقع الجنود وكلام ده كله فخايفين ثاني حاجة هما خايفين على أرواح المدنيين برضو فبيخلوهم يجدروا ثالث حاجة بيبقوا عاوزين يستخدموا أسلحة تقيلة فمش عاوزين مدنيين يقعوا كتير جدا خاصة إن أوكرانيا بتعتمد على القصف المدفعي في الدفاع عن المدينة دي فمش عاوز ضحايا مدنيين يبقوا كتير في الموضوع ده تفسير بس مفيش شكل إن الحد دلوقتي أوكرانيا بتدافع عن بخمد بكل ما تملك من كل يعني بص زيلنسكي كان طلع قال إيه قال بخمد ما ينفعش إنها تقع بس مش بقي تمن يعني فيه تمن هيجي عنده زيلنسكي يتراجع وينسحب صح؟ اللي بيحصل دلوقتي عكس اللي قاله زيلنسكي لأن اللي بيحصل دلوقتي انتحار 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 جيش الأوكراني على حسب الفيديو اللي حالك هتشوفه ده لسه باعت تعزيزات جاية من بريطانيا وعربيات بريطانية موديها بخمد سي ما حالك هتشوف الفيديو ده بالظبط فاوكرانيا لسه بتدعم الوحدات اللي في بخمد ورفضة إنها تنسحب من بخمد وعلى فكرة مفيش محلل عسكري طلع يحلل وضع في بخمد غير ويقولك يجب انسحاب الكواتر الاوكرانيية من بخمد داي شكله يعني مفيش محلل انا بقول لي حالك امريكي انجليزي فرنسي كله اي حد بيطلع على نشرات الاخبار يقولك الانسحاب من بخمد امر حتمي طب ليه؟ لان اخر التطورات زي ما حالك هتشوف في الخريطة دي بالظبط انا عوريها لك في السكرين كمان الجيش الروسي يبتدى يطبق على بخمد من كل حتة وما بيتقدمش في العمق لا هو بيحاول يطبق عليها بيحاول يحصرها جبت الحضارك اكتر من خريطة ان الكوات الروسية قدرت تقطع كل الطرق تعريبا عن بخمد ما فاضلش جيل مسافة بسيطة هي اللي بينفع يخرج منها ويدخل الكوات الاوكرانية تمام؟ الوضع ده عسكريا يشير ان يجب الانسحاب لا دي اوكرانية بتدفع بتاع الزات من ضحار طب الاكتر ان انت عندك الكوات الروسية وميليشيات فالدنر النهاردة تقدمت لمدينة جديدة واصبح ان مسألة الاطباق على بخمد المسافة ثلاثة كيلو متر بس يعني البوابة المفتوحة البخمد ثلاثة كيلو متر وعلى فكرة الخريطة دي طالع من البلوجرز الروس يقعد تفتكر مثلا انا الخريطة دي مبتداعها مثلا او انا اللي رسمها على ايدي خاطر ده الوضع العسكري حاليا البوابة اللي هتقفل على بخمد بوابة عرضها ثلاثة كيلو متر وضع عسكري خطير جدا يشير ان الجانب الاوكراني يجب ان ينسحب ما بينسحبش طب انا هقول لك حاجة انت عارف ان الكوات الاوكرانية مبارح فجرت سد عند بخمد عشان تنع تقدمات الجيش الاوكراني سد فجروا سد وضفت الوكالة ان الهدف من تفجير السد وايقاف تقدم كوات فاجنر باتجاه الاحكاء الشمالية المدينة بعد ان سيطرت على بلدتين استراتيجيتين في ذلك المحور الجيش الاوكراني مش عاوز يتنازل عن بخمد بسهولة الجيش الاوكراني مازال بيعد ان هو يدفع عن بخمد باي شكل مع تقدم الجيش الروسي طيب ده حاجة خطيرة جدا ومهمة جدا خاصة ان دور فاجنر ابتدى ينشط تاني طيب النقطة اللي تقف عندها هي السرعة الروس ابتدوا من بعد اختار بوتين يستعيدوا السرعة في السيطرة عن مدن تعرف ان زلينسكي مبارح تلع قال ان روسيا بداية الحرب لحد النهاردة سيطرت على 1877 بلدة بلدت يعني كارد يا صغير 1877 رقم ضخم جدا خاصة معنى كده ان روسيا بتتقدم اسرع من الاول مش بس كده نعاوز قولك ان الكوات الروسية شنت مبارح هجوم من خمس محاور على زفاروجيا على الجزء الفاضل من زفاروجيا ده شنه هجوم من خمس محاور خاصة عاوزين يتقدموا باي شكل بس الهدف الاساسي هي بخمة باي شكل لازم تسقط لازم ياخدوها وتركزت الهجمات الروسية في اتجاهات متعددة مثل كوبيانيسك وكراسني ليمن وفي الوقت نفسي في منطقتين دونيتسك وزابوريجيا هجم الجيش الروسي مستودعات الذخيرة الاوكرانية حنشوف الوضع مش ازاي بس الوضع فيه خسائر رهيبة وعلى فكرة كلمة خسائر رهيبة دي طالع من الجنب الاوكراني مش من جنب الروسي الروس بيقولك حننتقدم وبنوقع خسائر بمئات كل يوم ماشي بس الاوكرانيين نفسهم وعلى الزنزلزكي قالت والله احنا عندنا خسائر رهيبة كل يوم حد هنا الكلام ميمشي الاجابة ميمشيش تماما ايه اللي حصل اللي حصل ان فيه كاتب امريكي اسمه جوش ريجين خلاص جوش ريجين مش كاتب معروف او يعني مش اللي هو الكاتب الجباء خالص كاتب ممكن يكون صغير شواء كاتب ده راح مؤتمر ميونيخ افاكي او بيكتب في واشنطن بوست راح مؤتمر ميونيخ مؤتمر ميونيخ ده اللي كان فيه قاعدة الغربين كلهم معهم الصين كانت موجودة وكان فيه تحذير الامريكي اللي جانب الصيني ما تبعتوش اسلحة لروسيا كاتب ده قال لك انا التقيت مسؤولين اوكرانيين قال لهم انتو ايه رأيكم في الحرب يعني ما تقولولي كده سبكوا بقى من الاعلام والكلام بفرق ده كله قولولنا ايه رأيكم في الحرب الحرب دي هتخلص على اساس ايه من وجه نظركوا يعني تاني انا بقول لك مسؤولين رفعين المستوى خلي بالك مؤتمر ميونيخ ده ده مؤتمر هام جدا خلاص اوكرانيا مش هتبعت مسؤولين صغيرين لا دول نواب في البرلمان ومسؤولين رفعين المستوى التقى بيهم الكاتب ده فلوله بص الوضع في اوكرانيا خطير وعلى فكرة احنا هنتهزم سيق بس من الكلام اللي بيقوله زيلنسكي ان احنا هنستعيد شبك زهرة الكارن ان احنا هنستعيد كامل الاراضي الاوكرانية من قوات الروسية مفيش ده مين اللي بيقول مسؤولين اوكرانيين هلو ما فيش يا باشا يعني ما فيش هلو بص احنا فاهمين كلام الغرب كويس اول ما الغرب قال كلمة هندعم اوكرانيا مهما كلف الامر هفكرة الكلمة دي طلعت من جو بايدن قال احنا هنفضل ندعم اوكرانيا مهما كلف الامر كلمة دي تشيل لك إنها نهاية المساعدات لأوكرانيا فكرة جو بايدن قال الكلمة دي في بولندا أكتر مرة جو بايدن قال الكلمة دي في معظم خطباته بس الأخيرة مش البداية لا الأخيرة قال الكلمة دي سندعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر معنى الكلمة إن في ضغوط على جو بايدن إن في ضغوط على الأمريكان والغرب المشكلة إن المسؤولين يعني بيقولوا على فكرة الكلمة دي مش تردد من الجانب الأمريكي فقط يتردد من المسؤولين الغربين ودي بداية نهاية الدعم الأوكراني ده حاجة تاني حاجة خد بالك إن بوتين بيتحرك بدون ضغوط شعبية أو حسابات سياسية يعني اللي سيق الحرب من جانب روسيا شخص واحد يصحى الصبح اعلى الحرب اعلى حوافق على موادر السلام يوافق مفيش حسابات حزبية أو شعبية أو كلمة ده كله بيطرح في دماغ بوتين وخد بالك من نقطة مهمة ما تذكرتش في المقالة اللي نسبة تأييد الشعبي لبوتين عاليت من بعد الحرب ومن بعد تقدم الجيش الروسي الأخر كم يوم دول نسبة تأييد الشعبي في روسيا لبوتين عاليت فروسيا تحس إنها حرة في قراراتها كده هاعلن حمشي حنسحي بقى اللي نعاوجه أمريكا والغرب مش كده أمريكا في حسابات حزبية حزب الجمهوري رافض الدعم الأوكراني وقال لك كفاية دي سانتس اللي هو المرشح أو اللي حيترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية بيقولك إيه اللي بتعملوه ده؟ تهريك الدعم الأوكراني وصل مبالغ هلمية ماينفعش كده ودي مش بولاية أمريكية يعني يعني عشان نقعد نرسل الأسلحة دي كلها تاني حاجة زيلنسكي ده مش واخد شيك على بياض ده واخد دفتر الشيكات للأمريكي كله يعني تهريك فالجمهورين بيضغطوا على الرئيس الأمريكي تاني حاجة تأييد الشعب الأمريكي لإرسال مساعدات لأوكرانيا ابتدى يتهز أنا جبت لحضرتك التقرير بتاع رويترز وستطلع الرأي لعملاته رويترز وإبسوس اللي بيشير انخفاض تأييد الشعب الأمريكي لإرسال مساعدات لأوكرانيا نزل بقى 58% بعد ما كان في السبعينات معنى كده الشعب الأمريكي ابتدى يفقد الرغبة في دعم أوكرانيا فالمسؤولين الأوكرانيين بيقولوا لأ احنا شايفين كويس اللي بيحصل الأمريكان ليهم حسابات كتيرة جدا ممكن تأثر على الدعم اللي حيتم الرسالة لأوكرانيا تاني حاجة الغربة بيبعدش الأسلحة اللي احنا عوزينها احنا عوزين سواريك بعيدة المدى عوزين مقاتلات عوزين كميات كبيرة جدا من الأسلحة يعني مش بس ان انت تعلن ان انت اعتبعت أسلحة لا الكميات فالموضوع ده بيشير ان الأوكرانيين بتدوا يفهموا ان لا مساعدات بعد كده مش تبقى زي الأول فظل ان الروس بيتقدموا وان حصل حالة ملل من الغرب في دعم أوكرانيا أو إنهاك تاني الكلام ده مش طالع لمسؤولين روس أو محللين الكلام ده من مسؤولين أوكرانيين بيقولوا عكس اللي بيقولوا زرينسكي زرينسكي في اي خطاب لي يقولك وحدة الأراضي الأوكرانية حنستعيد شبك زيارة الكارب بلح مفيش هتجيب من ايه ده هو الرجل يقولك فالكاتب بيحلل الكلام اللي سمعوا من المسؤولين الأوكرانيين بيقولك واضح كده ان الأوكرانيين ابتدوا يستوعبوا ان هم بيتهزموا مش هاي تهزموا لا هم بيتهزموا وان الهزيمة امر اللي ما فر منه عشان كده دلوقتي هتلاقي اوكرانيين منفتحين على اي مبادرة سلام مفيش بقى الكرام اللي احنا ايه مش عاوزين اي مبادرة سلام مش هقعد مع بوتن الكلام ده ما بقتش تسمعوا هو بوتن مجرم ده النهاردة ايقولك حاجة تعالي في زرينسكي من كام ساعة طالع يقولي يقولك بوتن حيتقتل في النهاية من كبل احد اعوانه حد كده من اعوانه حيجي يهضر ببوتن ويقتله معنى الكلمة دي ان فيه نوع من انواع اليأس ابتدى يقول زرينسكي ان هو مش انا هنتصر على بوتن مش انا حصل لحد الكريملين مفيش كلام ده مش انا همتلك سواريخ لقصف العمق الروسي بقى مفيش كلام ففي حالة يأس وصلت لرئيس الاوكراني وتبعية وصلت للمسؤولين الاوكرانيين ان خلاص ابتدوا ينظروا ان هما بيتهزوا وان خسار الجيش الاوكراني مهولة وده بيكمل كلام المقالة اللي بتاع الحرارة الانبارح اللي بتتكلم ان طول ما الحرب بتعدي او تطول خسار الجيش الاوكراني حتؤدي ان انهيار الجيش نفسه ما هو اصلي بص طبق حتة اللي بيحصل في بحكمه ده على كامل خطوط مواجهة مع الجانب الروسي حتى اكتشف ان اللي بيعمله الجيش الاوكراني ده انت حار حلو؟ طيب اللي بيمتحر ده خساره غير طبيعية اللي بيفضل متمسك بالارض مش عاوز يستسلم او يتراجع او ان هو ينسحب ده خساره مهولة هي بطولة ان انت بتدفع عن ارضك بطولة ان انت متمسك بالارض لحد النهاية بس خسارك ايه؟ خسارك جير طبيعية الكاتب هنا ما اكتفاش بلقاء المسؤولين الاوكرانيين لا هو التقى بسفير امريكا لدى اوكرانيا عفكرة المقالة دي في منطقة خطورة بدليل ان ارتي نيوز نقلتها عشان بس تعرف خطورة المقالة دي المقالة دي استمازل كاتب جوش ريجن التقى بالسفير الامريكي في اوكرانيا اللي اسمه ويليام تايلر وقال له على فكرة من وجهة ناظري قال لي بالك ده سفير امريكا في اوكرانيا قال له من وجهة ناظري بطء المساعدات للجانب الاوكراني ده نتيجة الحاجة بسيطة جدا ان الجانب الاوروبي والنيتو ابتدى يستوعب ان فرص ان بوتين يشن حرب على بولندا او ما بعد اوكرانيا تاتي ايه خلي بقى من ضمن ابرز الاسباب لقيام النيتو بدعم اوكرانيا التسليح الكتير القوي ده ان اوكرانيا بتحارب بالوكالة عن النيتو خاص؟ وان دي فرصة هيلة جدا ان احنا ندافع عن حدود النيتو عن طريق الجيش الاوكرانيا صح؟ لان اوكرانيا لوعت التالي على القائمة هتبع بولندا الفرص بتاع الجيش الروسي ان هو يضرب بولندا بقيتش زي الاول او ما بقاش الخطر ده موجود زي الاول واتدى الغرب يتدارك ان الجيش الروسي كل هو عاوزه شاره اوكرانيا واقصى طبوح ياخد كيف انها مش عاوز يشن الهجوم على بولندا او حتى يصل لحدود بولندا وحتى لو نزل عند ليفيف فهو عاوز يقطع مساعدات الغربية لاوكرانيا انما هو مش عاوز ان هو ياخد اوكرانيا دي مركز فقل لشن الهجوم على حدود النيتو او لشن هجومه على بولندا ومش خطط الجيش الروسي او الجيش الروسي ما عندوش القدرة حاليا ان هو ياخد كامل اراضي الاوكرانيا او مش من ضمن اهدافه فالغرب ابتدى يدرك الموضوع ده فالناس ابتدى بقى ايه طب ما بلاها اوكرانيا طب ما احنا في السيف سايد اهو ما بلاها اوكرانيا ميلي بيقول سفير امريكا اللي ده اوكرانيا ويليم تايلور ارجع للمقالة لو شاكك في اي كلمة انا بقولها ارجع للمقال موضوع خطير جدا والراجل بيكمله بيقول له على فكرة موضوع ان ارسال مساعدات لاوكرانيا لتحقيق اهداف الناتو هو اصلا الناتو شايف ان هو حقق معظم اهدافه تم انهاك الجيش الروسي تم تحقيق خسار كبيرة جدا في الجيش الروسي ابتدى ان هو مبقاش متحمس زي الاول الحرب دي زائد التكلفة الكبيرة قوي للمساعدات دي اللي بيتم ارسالها لاوكرانيا برضو ضغط على الجانب الامريكي او الجانب الاوروبي فالكلام ده كله قدى ان فيه بعود غربية لا ده هنبعت ونرسل الكلام ده كله بس فيه تأخر في الإرسال احديت مسلا وده مسلا مش من مقالة ده من عندي لو جيت بص على دبابات ليوبارد اول ما امريكا قالت انها هتبعت دبابات ابرامز انها دبابات امريكية وانها هتبعت احدث دبابات ابرامز في الجيش الامريكي للجيش الاوكراني صح؟ الغرب تعهد بكم دبابة باكتر من 200 وشوية دبابة لدرجة ان بقى عدت دبابات موضوع صعب جدا من قبل اعلام الامريكي اعلام الامريكي مش عارف كم الدبابات اللي هتم ارسالها الاوكراني قد ايه من كتر كل الدول الاربية تعهدت بارسال دبابات ليوبارد الالمانية دي للجانب الاوكراني صح? فانت بتتكلم فوق المتين دبابة او حتى 300 دبابة تم الاعلان عنها بعد كده ابتدى تراجع العدد لمية وخمسين دبابة بعد بعد كده ابتدى تراجع العدد موهو اصلي في دول ايه قالت هتبعت بعد كده قلت لك لا مش هبعت لا لا هش لازمه مش هبعت فارجعنا من نزلوا ال 50 دبابة طب انت عارف الدبابات المفروض بقى خلاص اللي هتوصل الاوكرانيا هم 14 دبابة بعد امتين بقى هم 14 او دول اللي وصلوا يعني او دول الموجودين ايه ده الغرب بقى في عندوا حاجة غلط كل ده بيحصل وفي تقدم من جيش الروسي وحوريك مثل على كم الهطل اللي بيحصل في أوكرانيا بارح فيه دبابة ليوبارد وزير الدفاع الاوكراني ركبها دبابة ليوبارد ألمانية أول ما داخل جواه الدبابة دي عجبته يعني على فكرة جنود الأوكرانيين لما بيركبوا الدبابة ليوبارد بيقولك دي مارسيدز يعني حركبين عربية مارسيدز لأن هم بيركبوا دبابات سوفيتية قديمة فأول مرة يركبوا دبابات ليوبارد بيقولك دي مهولة فوزير الدفاع الأوكراني نزل في دبابة وعجبته وخاط ثقة في نفسه كده وقال لك فين الطريق لموسكو زي ما حالك هتسمع كده بزرط مزاريفة بيقول لك فين الطريق لموسكو يعني بقول لك المسؤولين بتقعد أقرب الهزيمة انت بتقول لي فين الطريق لموسكو تاني حاجة أو الجزء القوي في الموضوع ده كله هي ان احنا دخلنا لعب التحالفات احنا دخلنا لعب التحالفات دلوقتي وان في طريقة جديدة ممكن الحرب دي تنتهي بيها عن طريق الحلفاء ازاي؟ الغرب شايف ان أبرز حليفين لموسكو وأخطرهم هي الصين والهند مش إيران إيران بالمناسبة تم ملاحظة ان الجيش الروسي ما بقاش يطلق مسيارات شاهد 136 من يوم 15 فبراير الماضي ما أطلقش أي مسيارة شاهد 136 وخبرات البريطانية بترجح ان تم نفاذ مخزون الطيرات أو مسيارات شاهد 136 وان روسيا في انتظار شحنة جديدة بس أنا هنا ما بتكلمش على الدعم العسكري اللي بتقدمه إيران أنا بتكلم أن أخطر حليفين لموسكو اللي تصدين عليها هي الصين والهند لأن دول ممولين حرب أوكرانيا دول بيمولوا الحرب ليه؟ دول بيستوردوا النفط الروسي بكمية مهولة يعني الصين زادت من استيراض النفط الروسي بشكل كبير جدا والهند زادت هي كمان يا جماعة الهند أصبحت بتعوم عن النفط الروسي طيب لما الهند بتشتري النفط الروسي هي بتدعم روسيا لأن النفط ده المفروض كان حيروح لأوروبا أوروبا قلت لك مش هناخد النفط ده فيه عقوبات على الروس ومش هناخد النفط الهند أصبحت سبيل من سبل استيراض النفط الروسي والدفع من قابل النفط ده وهو ما يؤدي أن عجلة الاقتصاد الروسي بدور نتيجة للدعم الهندي ده تيجي تسأل ليه الغرب ما بيعاقبش الهند لأن الغرب شايف الهند بوابة خلفية للعقوبات يعني القادة الأوروبين يطلعوا يقولك احنا مش هنستورد النفط الروسي صح؟ طيب وهم هم نفس القادة اللي بيسمحوا باستيراض النفط من الهند طيب النفط اللي جاي أوروبا من الهند ده ده نفط الروسي بيروح لروسيا الهند تكرره وتبعته تاني لأوروبا وأوروبا تقولك زي فل احنا معندناش مشكلة ولا نفرد عقوبات على الهند ماشي؟ وهي دي اللعبة اللي اتفق عليها كل أطراف يعني الغرب شايف الموضوع ده يمشي كويس جدا احنا قدام شعبنا بنفرد عقوبات وزي الفل وفي نفس الوقت بناخد النفط الروسي ما بأسرناش كتير وكل الناس مبسوطة بس أمريكا الفترة اللي فاتت دي من بداية الحرب وهي عاوزة تستميل الهند مش عاوزها تبطل تستورد النفط الروسي بس في نفس الوقت مش عاوزها تدعم روسيا وتبقى فتحة أبوابها على مصر عايها لروسيا فإن اللي حصل اللي حصل إن أمريكا كل ما الصين تدخل في خلاف مع الهند أمريكا تطلع ببيانات تأييدا للهند مش بس كده أمريكا أجرت مناورات مع الجيش الهند وبعتت فيها طيرات F35 فكرة جيش الأمريكي لما بيعمل مناورات ما بيطلعش ال F35 نادرا نادرا يعني بيطلعها مثلا مع اسرائيل طلعها مع الدول الأوروبية إنما مناورات مع دولة زي الهند ما بتحصلش مناورات مع مصر مثلا بيبعتش ال F35 أو أي دولة عربية مبعتش F35 مع الهند بعد F35 بيحاولوا يستميل الهند بقى يشابه فانبارح كان فيه كمة العشرين للG20 والحقيقة إن كمة العشرين دي كانت محمولة في الهند الكمة دي البيان الهندي اللي طلع كان بيان فيه انتقاط كبير جدا للروسيا يعني الروس تجل الهند طلع تنتقد وتقول يجب انسحاب الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية بندين الحرب دي مش عجبنا الحرب دي أصل أعضاء كلهم بتوع الجي 20 كلهم اتفقوا على إدانة حرب روسيا أوكرانيا بيان هندي كان فيه انتقاط لروسيا لأول مرة بتشوف الهند تنتقد روسيا من بدأة الحرب ما حصلتش هذه الحقبة ليست وقتا للحرب فالديمقراطية والحوار والديبلوماسية هي سبل المضي قدما مش بس كده مش انتعرف بقى الضغطة دي إمانوال مكرون حيزور الهند أولف تشولز إنبارح كان مموت في الهند كان بيقابل الرئيس الهندي اللي اسمه مودي واحد معه وبمناسبة بعد ما أولف تشولز قعد مع الرئيس الهندي راح طلب كوبات شاي زي ما حالك هتشوف كده بصد هو كده كان ماشي في الشارع قفلت مع عاوس كوبات شاي فاق ما عدي على محل جاي بش هاي مهم فالغرب بيحاول يدوس على الهند شوية يعني تعالي في صفنا خس باي شكل عاوز يضرب اسفين في التحالف الهندي الصيني اللي بيتعم روسيا خلي بقى لك الهند مش حليف روسيا فقط الهند عضو في بريكس اللي هي منظمة اللي بتضم روسيا والصين وبرازيل وجنوب أفريكيا والدول دي فالهند موضوع مش سهل بالنسبة لها فالبيان اللي طالع امبارح ده بيان خطيج جدا من الهند هل الهند هتنقالب على الروس؟ في نفس الوقت عشان بس تعرف موضوع قولها في تشولز ده عشان جبنا سيرته امبارح قامت مظاهرات في ألمانيا الشارك فيها عشرة تلاف واحد عشرة تلاف واحد هتقول لي عشرة تلاف واحد دول مش مظاهرة كبيرة حولك لا احنا منتكلم على ألمانيا ألمانيا مش كل يوم بيقوم فيها مظاهرة من عشرة تلاف واحد محصلتش في المرة دي في عشرة تلاف واحد قاموا بمظاهرة في ألمانيا يجريب ان العشرة تلاف دول مش طالعين يقيدوا النيتو او يقيدوا قرارات ألمانيا بالعكس دول طالعين يدعوا للتفاوض مع روسيا ويدعوا لإنهاء الدعم العسكري الأوكرانيا فين في ألمانيا خاص؟ مش بس كده في دبابة روسية تم تدميرها في أوكرانيا ألمانيا جابتها من أوكرانيا حطتها قدام السفارة الروسية في برلين برلين لقيا عصمة ألمانيا خاص؟ فحطوها قدام السفارة بص الحكومة بتقولك مش احنا بتقولك دول حاب المتظاهرين هم اللي جابوها بيقولوا كده متظاهرين يقولك مش احنا دول مسؤولين حكوميين هم اللي أجازوا وضع الدبابة الروسية أصد سفارة روسية في برلين صح؟ كده وكده في دبابة روسية مضمرة في أوكرانيا تم وضعها قدام السفارة الروسية في برلين صح؟ واترفع عليها عالم أوكرانيا اللي جريب ان العشر تلاف ألماني اللي تظاهروا دول راحوا عند الدبابة شالوا منها العالم الأوكراني زي ما حالك هتشوف كده بصد في حالة غضب عند ألمانيا وعلى فكرة نفس المظاهرة دي ما طلعت طلعت في بيرتوغال بيرتوغال كان فيه مظاهرة برضو إنهاء دعم أوكرانيا وكفاية بقى دعم أوكرانيا وكأنه كله فالموضوع ده خطير بس ما تيجي ببص برضو أو تكمل قصة التحالفات تروح عند قصة تانية اللي هي دعوة الصين للرئيس بلاروسيا اللي هو لوكاتشينكو رئيس تشي قال لوكاتشينكو تعال نعم قال له تحالة بس طب هل تشي ده مالتقاش لوكاتشينكو من بداية الحرب لا هو التقاص سنة اللي فات نعم معا قاعدوا تكلموا بتاع من ساعة بداية الحرب والصين بتتكرم من بلاروسيا نيويوب تايبز كان ليه وجهة نظر في الدعوة بتاعة لوكاتشينكو للصين لزيارة الصين ده تقولك ايه تقولك على فكرة لوكاتشينكو بالنسبة للمسؤولين الصينيين دلوقتي كينز كينز ليه تقولك على فكرة لوكاتشينكو ده قعدتوا مع الرئيس الصيني أولا هم بيتكلموا على تعزيز التعاون تعزيز التعاون العسكري لوكاتشينكو دلوقتي أو بلاروسيا بتصنع أسلحة مهمة جدا الصين عاوز تقتنيها وتقتني التكنولوجيا بتاعتها حالة كويسة بس الصين بترائب حرب روسيا أوكرانيا مراقبة دقيقة لغاية لأن نفس الأسلحة الروسية دي هي اللي تمتلكها الصين أو شبيهة بيها بشكل كبير جدا يعني مقربة بنسبة 90 في المائة فالصين عندها اللي بيحصل على الأرض بس عاوز تعرف الوضع الميداني من القادة الروس ودي حاجة عمر الصين ما هتعرفه يعني مفيش قائد روسي حيجي يقوله والله للجانب الصيني احنا هنعمل كذا مش هنعمل كذا الوضع عندنا كذا ده هيبقى تجسس ده هيبقى بيبيع بلده صح بس مين ممكن اللي يعمل كده بلاروسيا بلاروسيا عندها التحركات الميدانية في الجانب الروسي أو من الجانب الروسي الوضع الميداني في الحرب عامل يزاب زب وهم أكتر ناس ممكن يدوا معلومات عسكرية للجانب الصيني بطريقة ودي يعني والله احنا شايفين الوضع كذا واحنا اسمعنا من روسيا كذا وعندنا جيش روسي يتمرن ما نعرفش بقى حيخش كييف ولا مش حيخش كييف تحركات الجيش الروسي من عند بلاروسيا ده ايه اللي حيحصل فيها فلوكا تشينكو ده كينز في الجانب الصين هيعرفوا منه وعرمات كتيره جدا مهمة هو تفتكر ان هي زيارة كده لا لا خالص تاني حاجة نيويورب تاني ستقولك ممكن ممكن تبقى فرصة للسلام ده ان الصين عندها عرض للسلام فعاوز لوكا تشينكو يقيدها في العرض ده ممكن برا هنشوف الدنيا يتمشي ازاي في الاخر يا رب كنت شرحت لحضراتك الموضوع بشكل مبسط ويا رب نصل مصر رب نصل لعرب تحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين يا محروصة بسيف شاطر